إن شاء الله منتقبنا هيكون متواجد في كاس العالم لأن زي ما أنت كمان عارف اعتقاد الشخصي المجموعة ده إحنا خلاص هنتأهل لكن الستيج الأخير الفاينال استيج والمباراة يمكن ألف صلة شايف يعني تقييمك إيه اللي كروش من خلال الفترة اللي فاتت طبعا يا كابتن طبعا بس إن شاء الله نتمنى له التوفيق بكرة في المباراة قدام نجولا ويقدم أداء مغاير اللي ظهر عليه هنا في المباراة الأولى اللي كانت في أرضنا للأسف وكسبناها بواحد صفر بالعافية لو نفتكر ركلة الجزاء بتاعة مجد أفشا كروش حتى الآن ناجح جدا مش ناجح فقط يمكن الله تجيهاب لسه حالا يمكن طبعا دي يمكن التدريبة الأخيرة للمنتخبنا في الواندا يعني ده قبل ما يغادروا للقاهرة كان فيه تجمع كده وواضح الروح كويسة والحمد لله كمان المعنويات عالية جدا وده شيء إيجابي يعني أكيد ده يعني عكس إن شاء الله بإذن الله على أداءنا بكرة يا كابتن المنافس الوحيد ليك كان في المجمع أو الرئيسي كان منتخب ليبيا أي نعم قبل بداية التصفات ما كانش ده كنا قطيني جابون أولا هي بقى منافسنا ولكن بعد ما بدأت المباراة وليبيا كسب أول مطشين وبقى ستة بنته وكسب الجابون وكسب أنجولا خلاص بقى ليبيا هو المنافس اللي على المجمع ليه المعنويات مرتفعة لإنك أنت قدرت تكسب ليبيا في ملعبه ثلاثة وكسبت واحد ممكن بعد حتى المباراة الأولى في القاهرة ما كانش يعني كان الناس الآن بقى فيه قناعة لكروش كروش اختياراته أولا اللي كان عليها جدل كبير يعني هو قال للناس مالكوش ده أنا إيه اللي بختاره أنا إيه اللي بعمله أنا راجل ليه وجهة نظري كان فيه عندنا جدل كبير جدا طبعا استبعد أفشا ومحمد شريف على طول اللعيبة تقلقت في الدوري وقدمت مباراة كبيرة كانوا معاه في المواسكة ده في التجمع ده ضمهم معاه فدايما كروش كعته يعني في كل المنتخبات اللي مساكه هو مدرب بيمشي دايما بدماغه ليه فكره ليه اللي عايز يعمله في المباريات ليه عناصر بيختارها بيشوف كويس أوي كل المتشاط لو لو حزمها كابتن بيروح متشاط فرق مش أهلي وزمالكو بيحتر بدليل أنه معاه مدافع من فريد البنك الأهلي مواضح أنه هو كان بيتفرج وليه رؤية مختلفة شوية وزي ما أنت بتقول وده مهم خلي بالك يعني آه أنت بنعتمد بشكل كبير جدا على المحترفين الداخلين في مصر أكيد فيه عناصر كتيرة من الأهلي والزمالكو بيرامدس دولي اللي بيلعبوا على مستوى القارة الأفريقية لكن اللي عجبني أنه هو كمان بيختار وبيدي أمل لبعض اللعيبة فيه زي ما بنقول في البنك الأهلي بتتكلم على فرقه فدي رؤية مختلفة شوية خلينا نكلمك على الأداء التكتيك شوية معروف كمان من خلال تاريخ كراش أنه بيلعب بطريقة 4-3-3 هل أنت شايف أن دي هتكون الطريقة المطلع لأداء المنتخب يعني هو ده الطريقة الأفضل لمنتخب مصر من خلال الأدوات المتاحة لي من خلال يا كابتن الأدوات زي ما رأيك بتقول من خلال الدور المصري لعب الفئتين الكبار في الدور المصري الأهلي والزمالي حتى اللعب بتاحهم خلاص كل الفرع عندنا دلوقتي في مصر بتعب 4-3-3 هي دي الطريقة اللي بدأ اللعب المصري يتقنها في السنوات الأخيرة بيلعبوا بيها بتحقق النجاح مع كراش لا بيها المطشين وحقق بيها النجاح عنده العناصر اللي تقدر عنده جناح علامي مميز زي محمد صلاح للأسف غايب عنه المباراة دي عمر مرموش للإصابة ولكن برضو هيقبى فيه كلامة عليها يعني أنا كنت في حيرة ملة حطه مكانه وأنا بتكلم في التشكيل إن أنا ممكن يعني لو قلنا محمد شريف هل ممكن يعني زي بداية محمد شريف كتار في شمال آه يعني زي بداياته محمد شريف كان بادئ كده جناح مهاجم برضو بيلعب في شمال ويخلي أعتقد إن ممكن ده يكون أقرب في مباراة الغد إن يكون محمد صلاح ومحمد صلاح كتار في مين ومحمد شريف في شمال ومصطفى محمد راسح يعني أنا شايف إن ده لإن العناصر حتى اللي اخترى هو في بعض العناصر كانت معا الفترة اللي فاتت رمضان صبحي غير وغير وما انضمتش المعسكر ده مسبوع آه مصطفى فاتحي يعني شايف صعب قوي عمرنا ما شفنا بيلعب آه الحتة اللي هي الشمال دي هتبع صعب يعني هو بيلعب دايما لجناح يمين مكان صلاح حتى هو كان البديل لصلاح اللي موجود دايما خبت تكلم لو فوست ملعب نحية الشمال توصد يعني مصطفى فاتحي آه فصعبا مش بيلعبها هو اللي هو مكان مرموش يعني هو ما بيلعب آه صعب آه آه ما بيلعب دايما عشرة واضح وصريح زي ما بنشوفه مع نادي زمانك أو بيلعب مكان محمد صلاح الأدوار المتبادلة ما بين عبدالله السعيد وأفشة يعني الجزئية دي تتحل إزاي هل ممكن أو الملعب يستحمل يكون هما الاتنين موجودين هل هيبدأ بعبدالله ويكون أفشة ورقة ربحة أو يكون العكس صحيح انت شايف جزئية بتاعت نص الملعب دي ازاي لو انت متفق ان مصطفى محمد محمد صلاح ومحمد شريف دول السلاسي الهجومي شايف السلاسي وسط الملعب يتشكل ازاي بطريقة اربعة تلاتة تلاتة يعني تلاتة في وسط الملعب يكون فيه مثلا راس مسلس اللي هو يكون ستة يكون مين ويكون علي مين ومين وشماله مين هو صعب يا كابتل اللي اتنين لرب مع بعض صعب جدا يعني صعب اني لقيها في مرشط المنتخب أكاد أشعر اني ممكن بكرة ملاقيش حد فيهم ممكن اللي اتنين ملعبوش يعني انا اشعر اني بكرة مش هلقي اللي اتنين فيهم هلقي حمدي فتح وهلقي السلاية وهلقي النني او النني اه هو بيعتمد على النني وممكن عندنا عمر السلاية يلعب ستة دي مميز او فيها في الميبرات احيانا بيجاء له فيها ممكن يلعبها بشكل ناجح ويعتمد للأدوار الدفاعية على النني وحمدي فتحي خلي في بالك يا قبت أن أحد عوامل عودة النني وشوفناه في المباراة الأخيرة بديل وبينزل وبينشارك أنا أشعر أن ماتشين منتخب مصر قدام ليبيا كانوا عامل مساعد كبير جدا في عودة النني حتى أن يشارك مع أرسنان لأنه قدم مباراتين مميزين جدا عندنا فيه لعيبة كده عند كروش شوفناهم الماتشين فيه اعتماد عليهم صعب يطلعوا خاصة النسطنية عمر السلية ومحمد النني لعيبة بتحرك الملعب كله لعندها الفكرة عندها الرؤية أنا أتطبق معك بس الترتيبة شوي طب قلنا يعني قلنا تشكيل المتوقع منك أنت يا بكري أنت خلاص اتكلمنا على التلاتة بنص الملعب والتلاتة لقدام خط الظهر يتبدأ بمين في ظل غياب الوينش هيبقى خلاص عندنا فتوح وهيبقى أيمن أشرف وحجازي وأكرم توفيق المقاتل الرائع وخلفهم طبعا سمام الأمان لمنتخب مصر محمد الشناوي ده غالبا يكون تشكيل نص الملعب زيان بقول الحركة أنا شايف الأقرى مثلا ما تثبتش حمد فتحي يبقى حمد فتحي هو اللي ستة يثبت ويكون على يمينه عمر السلية وعلى شماله النني أو العكس على أساس أن حمد فتحي في الجزئية دي يمكن يعني حتى مع تشكيلة مصيماني في المباراة الأخيرة كان بيلعب يمكن كاليبرو متقدم شوية فممكن يكون عنده هو اللي ياخد ستة نواحي الدفاعية عنده والسلية ياخد ثمانية يعني ويبقى عمر مثلا عمر ياخد ثمانية والنني ياخد الجزء الثاني يبقى بيلعب حمد فتحي كراس مسلس وعلى يمينه عمر السلية أو النني هو على شماله العكس يعني الحقيقة الثلاث لعيبة مميزين جدا يعني لعيبة وسط مميزين جدا منتخب مصر عنده خط وسط مميز جدا لعيبة ممكن الثلاثة ممكن زي ما حركة بتقول يقدوا نفس الأدوار دي يعني حمد فتحي زي ما شفنا تزديداته والأهداف اللي بيجيبها ممكن يلعب دي وممكن يلعب تحت والسلية بيقوم بدي وشفنا الرابونة على فكرة ممكن انني بيقوم بستة برضو بعض الأحيان بالزبط والنني بيلعبها وشفنا السلية في الرابونة الجميلة المبدعة اللي عملها فالثلاث لعيبة عندهم الابشن ده عندهم انه ممكن يلعبوا الفكرة ده الراكن انت هتلعب هناك هل هتلعب ازاي احنا وسيناريوهات التأخل بتاعتنا هي دي اللي نتكلم فيها بشكل اكتر احنا ان شاء الله بكرة نتأهل في حال الفوز خلاص ما نكش علاقة بالمباراة الاخيرة ايا ان كانت نتيجته صح كمان ممكن تتأهل في حال التعادل وخصارة ليبيا احنا بقى يعني الحاجات والاحصائيات والارقام انا في رأي ان حتى لو بكرة ان شاء الله ربنا يكرمنا ونكسب كمان لازم تكسب الجابون لان احنا دخلين على كمان زي ما قلت يمكن في حلقات قبل كده في المحترف اه ان احنا ان شاء الله